السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الوصفة دي بصراحة انا كنت عايز اعملها في عيش كده كان بيبقى في الفرن بيبقى القطعة جبيرة كده على بعد انا كنت ناوي يعملو كده بصوة بصراحة طلع توست بس طلع ناتجته حلوة قوي وطعمه يجنن تعالوا نشوف عملته ازاي وعايز اوريكو بس قد ايه من جوه هو هش طبعا زي ما انتو شايفين كده وطاري طبعا وحلوة قوي تعالوا نشوفها نعملو ازاي بس قبل ما ارتدي الفيديو ما ننساش ندعي اخواننا فلسطين ربنا ينصرهم ويسبت اقدامهم ويدوت جرحاهم اللهم امين ويقامل رعاته يا رب يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى ايه لي وصحبه اجمعين اول حاجة انا جبت نص كوباية من الماء الدافية وحطيت عليها باكت من الخميرة الفورية وبعد كده عندي معلقة من السكر ونقلبهم مع بعض وهحط عليهم معلقتين من الدقيق ونسيب بقى دول مع بعض كده يتخمروا كويس جدا طبعا احنا جاوا وسقعة شوية فنحاول ان احنا نسيب الموضوع ده هيخد معنا وقت شوية في التخمير وخصوصا برضو لما نعجن العجينة نفسها هتاخد وقت في التخمير فيعني اول ما تصحي من النوم كده ابدأ يعجني فيها واسيبيها بعد كده بقى بعد ما قلبتهم كويس جدا مع الضيق والخميرة والسكر هسيبهم بقى كده غطيهم واسيبهم على جنب لحد ما يبتدوا يخمروا معي اول ما يبتدوا يعملوا بقى الفققية ديت هيبقى كده الخميرة شغالة وكله زي الفل هتطلع معاك نتيجة العيش حلوة قوي بعد كده نحطها بقى فولة الخميرة دي وبعدين ننزل عليها انا عجنت طبعا بمية ما عجنتش بحليب خلص لو انتوا حابين تعجنوا بحليب ممكن نعجن بحليب ما فيش مشكلة وبعد كده حطيت كوبايتين من الزيق مكوناتها بسيطة جدا بس العجينة حلوة قوي وبعدين حطيت عليها بقى معلقة كده صغيرة من الملح مش هنزود قوي ملح وبعدين عندي بقى بقيت كوباية مية كده نسابها بقى على جنب معنا انا استخدمت حوالي كوباية كده من المية كمان بس طبعا زي ما احنا متعودين انواع دي بتختلف ونسبة المية دي بتنضاف بالتدريج على حسب بقى ما تشوف العجينة بتاعتك انت عايزها تبقى شكلها ايه عايزها تبقى يبسق وعايزها تبقى طرية على حسب بقى فبتضيف المية بالتدريج انا عايزة العجينة دي بقى تبقى طرية قوي يعني حواريكو دلوقت انا حطيت بس مكعب من الزبدة كده من حوالي معلقة بس من الزبدة مش هنزود قوي وبعد كده هبتدي اعجن طبعا الزبدة بتبقى طرية شوية فهبتدي اعجن بقى شايفين هي ملازدقة جدا انا عايزها تبقى كده يعني انا عايزة العجينة بتاعتك تبقى كده ما تبقاش عجينة يبسة لا شايفين العجينة وصلة لمرحلة ازاي بتمط طبعا معايا وطرية قوي كده العجينة مظبوطة جدا هبتدي بقى عجينها كويس قوي لحد ما يبقاش فيها اي تخريص خالص شايفين نعمة كده وحلوة جدا وما فيهاش اي تخريص خالص هي بتاخد معاكي وقت شوية في العجن لو عندك عجين طبعا هيبقى سهل جدا بالنسبالك لو ما عندكيش عجان يبقى هنعجن بايدينا فترة كده ما تقلش عن عشر داقي ربع ساعة وبعدين هنغطيها بقى اهم حاجة نغطيها كويس جدا وتكون في مكان دي في كده شوية شايفين بقى العجينة خمرت معايا ازاي كده بقت العجينة بقى بصو ان شاء الله هتطلع معاكو حلوة قوي مجرد متتخمر كده معاكو كويس هتلاقوها كده خلاص بقى اتأكدوا ان هي ان شاء الله هتطلع حلو نرش بقى شوية من الدقيق كده وهنزل بقى العجينة بتاعتي طبعا هي طريقة قوي اهم حاجة بقى في المرحلة اللي جاية دي شايفين انا اعمل ازاي بصو اجيب كل طرف كده وبتدي اعمله على الطرف التاني كده شايفين بابتدي ألم العجينة بطريقة مختلفة شوية افرد كده العجينة اهو شايفين وابتدي ارجع للمها تاني افرد وللمها تاني هي طرية طبعا فهتساعدك جدا ان انت تعمل الحركة ديت وهتبقى سهلة قوي شايفين كل طرف كده نبتدي نشده ونرجع للم تاني اقعد اعمل الحركة دي كده مرتين تلاتة بالشكل ده دي بقى اللي بتخلي العيش بتاعك يطلع من جوه كده زي ما شفتوه اللي هو طالع كده فيه فراغات كده وطالع طبعا طري جدا وهاش كده فهي الحركة دي اللي بتخليه يطلع بالشكل اللي انتو شفتوه في اول فيديو ما بيبقاش مكتوم كده وبتبقى اللقمة خفيفة اوي واول ما هنحس ان هي بتلزق ممكن رشة رشة صغيرة برضو من دي عشان نعرف نتحرك بسهولة ومتقلقوش الديق مش هيعمل فيها اي حاجة لان ديق طبعا العجينة نفسها بيبقى فيها نسبة من الرطوبة يعني حتى لو دخل جواها ديق فما تقلقوش هو هيخطفي طبعا هنبتدي بس نفرت كده مرة كمان اخر مرة يعني انا كده عملتها حوالي مرتين تلاتة وهبتدي علمها بقى بالشكل ده رش بس شوية ديق كده عشان لزقت معي من تحت وكده بقى اتجهز عندي اهو شايفين نقفل بقى الجناب بتاعتي كده من هنا ومن هنا وكده بقى اتجهز عندي اخدها بقى انا بقى كان نفسها اعملو كده بالشكل ده كده عارفين ان بيبقى فيه في الفرن عيش بالشكل ده بس هو انا غلطتي ان انا حطيته في قالب الانجلش كيك ممكن ان انتو لو عايزينه بقى بالشكل ده زي ما هو كده يبقى تحطوه في صناية عادية او صاجة عادي كده عشان يطلع بالشكل ده ان شاء الله حابقى اعمل فيديو تاني ليه وحابقى اشوف نتيجته هتطلع شكلها ايه وبعد كده بقى احطوه في القلب بتاعي وكده اسيبه بقى يتخمر مرة كمان لازم يخمر كويس برضو جدا عشان يديك نتيجة حلوة بعد ما سيبته يتخمر بقى شوية بصوه فيه بقى مرحلة بقى اللي هو زي ما قلتلكم العيش ده بيبقى فيه آآ فتحات كده آآ فهما بيعملوه زي بيرشوا شوية من الدقيقة على الوش وبعد كده بيبتدوا بقى يجيبوا اي آآ قالي ايه ده حد ده آآ قطر كده او موسى وهي حاجة بصطبعا يكون نظيف كده انا مش مستعمل اهم حاجة نخد بالنا وبعدين هبتدي ان انا اعملو بقى ايه افتحو كده من النص بالشكل ده واعمل بقى فتحات كده من الجناب عرفتوا بقى نوع العيش ده اللي بيبقى في الفرن بيبتدوا بقى يعملوا الفتحات دي كده بس طبعا ايه بيسيبوا يخمر شوية وبعدين يعملوا الفتحات دي بعد ما بنعمل كده بقى بنسيبوا بقى يخمر مرة كمان زي ما قلتلكوا هنسيبوا يخمر برضو نغطيه ايه ويفضل طبعا احنا نحطه في مكان يعني آآ بنحطه مسلا بنغطيه نجيب مسلا آآ خلا كده فيه مية سخنة ونحطها في فرن بتجاز وهو مطفي طبعا ونحط بقى العجين دي متغطية كده في فرن بتجاز وتحتها المية الدافية دي بيخلي التخمير بيصرعه جدا وبيخلي العجينة بتاعتك حلو قوي بعدين حطته في الفرن بقى على درجة حرارة من مية وتسعين كده المتين يعني درجة حرارة متوسطة وسبتوا بقى فلت عليه الفرن خلص ولو عندك مروحة بنشغلها ونسيبها بقى نقفل عليه الفرن لحد ما يستيوه معانا ويبقى شاق ياخد اللون الجميل ده لو حسيتوا انه هو بقى يعني عدى مثلا انه هو بياخد حوالي من ساعة كده ساعة وربع يعني وقعد معاه شوية غايب معاه شوية في الفرن لو حسيتوا انه هو بقى غايب او ممكن بقى ايه وحسيتوا انه هو استوى خلاص بعد ساعة كده او ساعة الربع بعد ساعة الربع ممكن ان احنا نشغل الشواية من فوق ياخد لون كده بس شايفين هو طالح حلو جدا من تحته من فوق ما شاء الله اللون طبعا حلو زي ما انتو شايفين كده وطالح بقى هش جدا من جوه زي ما وردكو هواريكو دلوقتي في الفيديو بصوا هواريكو بس حاجة كده شايفين اللي تحت ده والتسوية طبعا مظبوطة قوي لان احنا مزابطين الفرن اهم حاجة قبل ما نحطه في الفرن يكون الفرن شغال مسبقا كده على درجة حرارة زي ما قلت لكم متين ويبقى سخنة جدا عشان لما اندخلوا الفرن يبقى ايه ما ياخدش معاي وقت وما يبقاش يبقى هاشش كده وحلو اهم حاجة ان احنا الغطيه بقى كويس جدا ونسيبه قبل ما نقطعه لازم نسيبه شوية كده علشان ما يتقطع بسهولة تاني حاجة ان احنا لازم نقطعه بسكينة تكون مشرشرة ما ينفعش استكينة اللي هي العادية لان دي بتخليه يعجل معاك ومش بيبقى حلو لازم سكينة المشرشرة دي بتبقى طبعا للتوست والحاجات دي شايفين هو بقى طالع عامل ازاي من جوه ده بقى مع شوية بقى حتة جبنة كده او شوية مربة او اي حاجة بيبقى طعمه خطير بجد جربوه كده وقلولي رأيوكو ايه وصفة سهلة ومش هتاخد مش مكلفة خالص ومش هتاخد معاكو اي حاجة بس هتعملوا حاجة حلوة وبعدين راحت الخبيس في البيت يا جماعة بيبقى حلوة جدا وبتخلي راحت البيت كده كله خير وبركة يجربوا بقى الوصفة وقلولي رأيوكو ايه ما تنسوش بقى لو لسه مشتركتوش في القناة اتمنى تشتركوا معي في القناة وتنسوش تفعالوا الجرس ولو الفيديو عجبكم ما تقيا ريت بقى ما تبخلوش علينا باللايك ومنحسش ان احنا تعبنا راح على الفاضي وكل سنة انتوا طيبين ربنا يهود عليكم الايام بخير يا رب ورمضان كاريم قرب خلاصة استعدوا بقى وكل سنة انتوا طيبين واستنوني ان شاء الله هنعمل وصفات كتير حلوة في رمضان و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته